ماما اوعي يا ماما تكوني نوية اسمها كلام الوادي اللي اسمه كرم ده ده وده بالوعبيته مش عارفه وعايز ايه هو فاكر نفسه عشان تقل على الراجل والراجل عالله في سعر الشقة شويتين ممكن يعليله تاني وتالت وبعدين هو حر في القودة بتاعته هو ملوش كلمة علينا ولا هو شرك في الشقة الشقة دي بتاعتك انتي وباسمك انتي واحنا موافقين على دورة دين بيه بقى خلاص عايز يجي معانا اهلا وسهلا زرجن يبقى يتفق بقى مع نفسه زباقية الناس ده حتى ما يعرفش يتفق زباقية الناس اللي عندها شقق دي حتة قودة بناها خالي زمان كده وخلاص دي حتى ملحاش ورق مش كده ولا ايه يا ماما مالك يا نايمة ساكتة ليه يا اختي هتكلم ازاي وانتوا قاعدين تتكلموا كده ايه كلنا حنتكلم في جوء واحد مفيهاش كلام تاني خلاص ده لو كانوا خمسمائة ستمائة الف ده حنكونوا عملا فرح يا ماما احنا طول عمرنا مستنين فرصة علشان نمشي من هنا والفرصة هيجاتلك هي خلاص وفرصة زي دي مش تيجي بالشكل ده تاني دول اتنين مليون جنيه خد يوم اشتريننا شقة في حتة نظيفة شقة اليها باب يتقفل علينا يوم ما نفتح الباب ده نفتحه على طرق مليانة زرق وقسانسير ومراية مش السوق وموقف التكاتك اللي احنا عايشين فيه ده وممكن نحط باقي فلوسنا في البنك ونعيش بعد كتابة على فواده بس يا بيت يا هاب لانت الفواد مبقيتش تجيبها مما خد الفلوس يا ماما اعملي مشروع محترم وفوقك من موضوع المخدماتي والهم اللي احنا عايشين فيه ده اعملي مشروع الفرن اللي انت كان نفسك فيه وطبعا انت يا اختي مش هتسيبيني صح؟ هتاخديني معاك عقف الفرن وابطل بقى خلدمة في البيوت مش كده هتاخدك معها يا بيت امي قلبها طيب ونيتها صافي وما بتنساش حد عشان كده ربنا كرامها من واسع للدرجة دي انتو مش طايقين عشتكم؟ عايزين تسيبوا الحتة؟ نعم بس انتو دي شايشة طب يلا انا تعبنا النهاردة وعايزة نامي هو ايه اللي تنامي ده يا مام؟ انت تكلمي حاج نور دلوقتي وتخلصي معاه الراجل ده مجنون وبحالات هيطلع بيتهم يسحى تاني يوم غير رأيه لأ يمكن يفكر ويدينا خمسة مليون بدل اتنين مليون بدل ما نجيب شاق نجيب شاقتي ونعمل فرن ومطعم ومحل عصير انت بتهذر يا ماما منا كلامها صح ياخت الطمع يقل مجامة مفيش احسن مريضة بلا ربنا قسمولي كنعيم ونعمة بالله يا شيخ سماح